بسم الله الرحمن الرحيم درسنا اليوم إن شاء الله عن تطور النموذج الذري لماذا ندرس الذرة إذا نظرنا إلى كوننا العظيم بما يحويه من مجرات ونجوم وكواكب حتى كوكبنا الأرض بما يحويه من ماء ويابسة وكل عنصر موجود عليه يتكون أصلا من مادة لذلك اهتمت النظرية الذرية بالمادة بسبب أن كل المواد تتكون من ذرات أول من تكلم عن النظرية الذرية هم اليونانيون حيث توصل الفيلسوف اليوناني ديمقريطس إلى مفهوم من خلال مشاهداته أنه يمكن تقسيم المادة إلى أجزاء صغيرة فأصغر فأصغر حتى وصلوا إلى أجزاء لا يمكن انقسامها لذلك توصل إلى كل المواد تتكون من ذرات متشابهة وغير قابلة للانقسام وهذه النظرية عن الضرة لها مدلول تاريخي وفلسفي فقط إلا أنها ليس لها قيمة علمية لأنها لم تقم على أساس التجربة أو الاختبارات أو القياسات بعد ذلك جاء نموذج دالتون فرضيات نموذج دالتون أولا تتكون المادة من دقائق صغيرة تسمى ذرات ثانيا ذرات العنصر الواحد متشابهة من حيث الشكل والكتلة وتختلف من عنصر إلى آخر ثالثا لا تنقسم الضرات أثناء التفاعل الكيميائي رابعا التفاعل الكيميائي هو اتحاد ذرة أو أكثر من عنصر ما مع ذرة أو أكثر من عنصر آخر اكتسب نموذج دالتون أهمية كبيرة وذلك لأن هذه الفرضيات أظهرت عدة قوانين أولا قانون حفظ الكتلة بمعنى أن المادة لا تفنى ولا تستحدث وقانون النسب الثابتة بمعنى أن العناصر تتشارك بنسب ثابتة أثناء التفاعل الكيميائي وثالثا قانون النسب النسب المتعددة بعد ذلك جاء نموذج فارديه والذي اكتسب أهمية من خلال تجربته الشهيرة في التحليل الكهربائي حيث أثبت أن الضرات تحتوي على جسيمات مكهربة أي شحنات ولكن لم يضع نموذج ذري النموذج الرابع نموذج جي جي طومسون اشتهر نموذج طومسون وذلك بسبب أنه اكتشف الإلكترون وهو جسيم صغير يحمل الشحنة السالبة negative sign فروض طومسون أولا الضرة كرة مصمتة مشحونة بشحنة موجبة لاحظ عندي الشكل أي أنه لا يوجد تجويف داخل الضرة كرة مصمتة ثانيا تتوزع الإلكترونات داخل الضرة بانتظام لاحظ عندي أن الإلكترونات موزعة بانتظام داخل الضرة ثالثا أن الضرة متعادل كهربائيا انظر هنا أن عدد الإلكترونات يساوي عدد الشحنات الموجبة الموجودة في الضرة بمعنى عدد الشحنات السالبة مساوي إلى عدد الشحنات الموجبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته